السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفاهم عام اليوم إن شاء الله سأشارك معكم نيتشان خاصة بشهر يونيو ويوليوز يمكنكم الاشتغال عليهم من الآن لتحضيرهما لهذين الشهرين القادمين سوف أقوم بالبحث في النيتشات إعطائكم بعض إحصائيات عليهما ثم كذلك سوف نقوم بمعين بعض الكتب المرفوعة في هذه النيتشات إذن على بركة الله لكن قبل الفداية لا تنسوا إخواني الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت هذه أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك أخي أختي وتفعيل الجرس ليس لكم جديدنا أول بأول إذن على بركة الله أول نيتش شوفه نقوم بمعينته هو إذن هناك ما تلاحظون نسبة منافسة جيدة جدا فهنا ألف إذن يمكننا منافسة هذه الكتب المرفوعة في هذا النيتش ثم هنا نقوم بالنزول قليلا لمشاهدة الكتب المرفوعة لاحظوا معي إخواني هذا الكتاب رفع في سنة 2019 يحقق مبيعات جد جد محترمة لاحظوا معي البسعر الخاص به ثم نلتقل كذلك إلى هذا الكتاب فدائما إخواني حاولوا أن تقوموا بالتجسس ومحاولة تقليد الكتب التي رفعت مؤخرا والتي تحقق مبيعات كما تلاحظون إخواني هذا الكتاب تقريبا رفع منذ سنة لاحظوا عدد التقييمات الإيجابية لهذا الكتاب وهنا البسعر الخاص به أقوم بنسخ هذا البسعر ثم أذهب إلى هذا الموقع الرائع فبنسبة لربط هذا الموقع ستجدونه في وصف هذا الفيديو أقوم بنسخه هنا ثم أقوم بإزالة هذا الفراغ بين الأرقام ثم Calculate هنا لدينا الكتاب يحقق تقريبا 68 مبيع شهريا إذن هذا كتاب جيد جدا يمكننا مشاهدة ومعينته لنحاول أن ننشئ كتاب مشابهنا الآن نقوم بفتحه في نفذة جديدة إذن هذا هو الكتاب نحاول معينته من الداخل إذن هذه الصفحة الأولى عبارة عن تقديم للكتاب هنا صفحة كتابة الإسم هنا بعض الأشياء التي يحتوي عليها الكتاب هنا صفحة للطفل يقوم بإنشاء رسمة خاصة به إذن هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من الصفحات التي يقوم الطفل برسم بعض الرسومات الخاصة به في هذا الكتاب إذن هذه الميزة التي يقدمها لنا هذا الكتاب طريقة سهلة لإنشاء مثل هذه الصفحات إخواني ومن لم يعرف طريقة رسم هذه الصفحات فليرسلني أو يضع في التعليقات فيمكنني إنشاء فيديو جديد لأريكم طريقة إخواني إذن هذا هو النيتش الأول يمكنكم الاشتغال عليه وكملاحظة فعندما نقوم بوضع هذا النيتش هنا فجميع الكتب التي تظهر هنا والتي تبدو لي تحقق مبيعات جيدة ورفعت مؤخرا كهذا الكتاب مثلا أو ننتقل إلى كتاب آخر مثلا هذا الكتاب فإن وجدت بأن هذا الكتاب يحقق مبيعات كبيرة ورفع في الأشهر الأخيرة فيمكنني أخذ العنوان الرئيسي الأول له وأقوم بالبحث عنه كذلك وقد أجد النيتش آخر أفضل من النيتش الذي أبحث عنه في هذه الحالة فالنتيجة كبيرة إذن هناك منافسة كثيرة لكن أنت إن وجدت بأن المنافسة أقل من المنافسة التي وجدت في الكتاب الأول فيمكنك الاستفادة من هذا النيتش كذلك هذه طريقة جيدة أقوم بها أنا كذلك إذن أنتقل إلى النيتش الثاني هذا النيتش هو US State and Capital Workbook هذا النيتش خاص ببعض العواصم وهو طريقة مبتكرة للأطفال ليقوموا بحفظ عواصم الدول لاحظوا مع إخواني نسبة المنافسة 469 فهي نسبة جيدة جدا ويمكننا المنافسة بقوة في هذا النيتش ثم نلتقل هنا إلى الإحصائيات لنشاهد بعض الكتب هذا الكتاب رفع في سنة 2020 مجموعة من التقييمات الإيجابية بسئر مرتفع كذلك هذا الكتاب إذن هذا نتش جيد إخواني وهو رقم متوسط وجيد لنا كمبتدئين لننافس هذا النوع من الكتب وقموا بالنزول والبحث حتى أنتهي من الصفحة الأولى ويمكن أنه كذلك المرور إلى الصفحة الثانية والثالثة حتى أجد النيتش الذي يمكنني منافسته وإنشاء كتاب موازي ومشابه له لتيلي بمبيعات وأرباح محترمة إذن أقوم مثلا باختيار هذا الكتاب أقوم بفتحه في نفذة جديدة هكذا إذن أقوم بالدخول إلى الكتاب لأشاهد طريقة إنشاء المحتوى الداخلي لهذا الكتاب لأنافس كذلك عليه أقوم بالنزول قليلا إذن هذه الصفحة الأولى هنا مجموعة من العواصم إذن هنا لدينا مجموعة من الدول وهنا العواصم الخاصة بها وهنا بعض الرموز التي نطلقها على الدول إذن أنا كذلك سأقوم بنسخ هذا الجدول وهذا الجدول كذلك وأقوم بوضع طريقة خاصة بي في الصفحات الخاصة بكتابي وهنا كذلك state وهنا capital خاصة بها كذلك هذه طريقة أخرى وكذلك لدينا هذه الطريقة بهذه الطرق يقوم الطفل وكذلك البالغ من حفظ هذه العواصم فلاحظوا معي إخواني هنا يضع لنا كلمات متقاطعة هنا للدول وهنا أمامها العواصم الخاصة بها وهنا العواصم التي يمكنني أن أضعها في هذه الخانات إذن هذه كذلك طريقة جديدة وهنا كذلك نشاط جديد إذن هنا مجموعة من الأنشطة الهدف منها هو حفظ العواصم الخاصة بالدول إذن كذلك أنتم تقومون بنسخ بعضها وتقومون باستخراج أو تصميم طرق أخرى خاصة بكم أو في كتب أخرى فهذه الصفحات سهلة جدا للإنشاء فما عليكم سوى أخذ بعض الأفكار من هذه الكتب وتطبيقها في كتبكم إخواني إذن بهذه الطريقة نكون قد أخذنا بعض الأفكار على الكتب لنستطيع منافستها إخواني وكالعادة إخواني بعض النصائح الخاصة التي يجب عليكم التركيز عليها إخواني فهناك العديد من الأصدقاء يقومون بإيجاد نيتشات جيدة ليشتغلوا عليها لكن المشكلة هو أنهم لا يحققوا أي مبيعات فأين الخلل وأين المشكل المشكل إخواني قد يكون في النيتش غير جيد وقد يكون في العنوان غير جيد فالعديد من الأصدقاء ألاحظ عنوين كارتي يا إخواني هناك أخطاء إملائية فكيف للمشتري أن يقوم بشراء كتاب وهو يجد أن هناك أخطاء إملائية في العنوان الرئيسي الخاص بهذا الكتاب فمباشرة عندما سوف يشاهد بأن هناك أخطاء إملائية فسوف يعلم بأن الكتاب كذلك قد يكون فيه أخطاء ولن يشتري إخواني كونوا على يقين ثم كذلك هنا في الوصف الخاص بالكتاب حاولوا أن تضعوا وصف صغير مختصر وكذلك فيه بعض المميزات التي يحتوي عليها آداء الكتاب لتشجيع الزبون على شرائه ثم كمرحلة ثالثة الكلمات المفتاحية دائما الكلمات المفتاحية قمت بإنشاء العديد من الفيديوهات لشرح طريقة وضع هذه الكلمات المفتاحية يمكنكم الرجوع إلى القناة فالكلمات المفتاحية هي التي تمكن كتبنا من تصدر البحث وبالتالي إظهار الكتاب الخاص بنا ثم كمرحلة أخرى ركزوا على الغلاف الخاص بالكتاب فهناك البعض الأصدقاء يقومون بإنشاء محتوى داخلي رائع ومحترف لكن يأتون إلى الغلاف ويضعونه بطريقة سيئة جدا مما لا يجعل الزبون ينتبه إلى هذا الكتاب وبالتالي لا يقوم بالدخول ليشاهد المحتوى الداخلي وبالتالي تضع العديد من الفرص فركزوا كذلك على الغلاف فهو من بين أهم الأسباب التي تأتنا بالمبيعات فمباشرة عندما الزبون يشاهد الغلاف بطريقة محترفة بألوان متناسقة بعنوان جيد فكونوا على يقين هذا الكتاب سيأتينا بمبيعات لا محالة وأي مشكل أو شيء واجهتمه ما عليكم سوى التواصل معي في الخاص في الجيميل الخاص باستفهام عام إن كان هناك شيء مستعجل وإن كان هناك شيء عادي أو فيديو تريدون أن أقوم بالشرح يا إخواني فما عليكم سوى وضعه في الوصف الخاص بهذا الفيديو وسأجيبكم عليه أول بأول وكذلك حتى إن لم أجب فيمكنكم الدخول إلى المجموعة الخاصة بنا فرابطها سوف تجدون في وصف هذا الفيديو قوموا بطرح التساؤل الخاص بكم سوف أقوم بقبولي ليظهر لجميع في المجموعة ستجدون العديد من الأصدقاء المحترفين الذين سوف يساعدونكم إخواني وفي النهاية إخواني الصبر 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 ثم العمل وإن شاء الله سوف تحققون كل المتمنيات إذن إخواني وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول ودمتم في رعاية الله